السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في قناة المستر نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لصلكم كل جديد من قناتنا ان شاء الله النهاردة هنحل معكم كتاب الشرح كتاب المعاصر سنة تالت عدادي الترمي التاني الواحدة الحداشر هنكملها من درس التالة والرابع للنهاية من صفحة 59 لصفحة 72 انتظرونا نركز مع بعض هنا ادي اول سؤال لو شائع ما يكون لازم تعمله باي تقوم بمخ بزهنك او بالمخ يبقى ايه لو ايه شيء نفسي يعني تفكير الرياضية كده يعني نمبر الجسم يحتاج شيء ما بكوة يعني التعود عليه اصدقائي ليتو جوتو الكزاندرية ويذ مي يبقى 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 اقنعوني برسويد دمي اه فور السباحة تكون لعبة ايه طبعا لعبة بدنية انت محتاجة تكون فيت لائك بدنيا وكده لكن الشاطرانج دي ايه طبعا لعبة ايه بدنية سيفن يو شود نيفر بي لا يجب ان تكون تو بيبل اولوستوك نايسلي تتكلم بايه بطريقة ايه لطيفة يبقى ما تكونش وكحرود عندين هنا صفحة ستين رقم تمانية سيئ جدا انك تدخن ايه طبعا هتدخن سيجريت سيجارة في اين في اين اهوسبتر في المستشفى نمبر ناين القصة دي دا يمكن انها تكون حصلت اي كانت نقط ات يبقى انا مش ايه مش مصدقها بليف ايه نمبر تن هي هس فرند از هي انكارجت هم تو سموك ايه لانه شجعنه ايه انه يدخن يبقى يلوم صاحبه بليمد ايليفن سموكين از اباد طبعا التدخين يكون عادة سيئة هبت ايليفن هي ضايد هو مات هارت ديزيز ايه لانج ديزيز مرض في الرئة بكوز هي سموك دا لوت دخنك فروم بس كمان تنفع خلاص ثرتين وين يو دو سامثنج الون لو عملت حاجة لوحدك ذين دو ات اون يور هي بقى عملها ايه بمفردك يعني اون خلاص اعتمد على ايه على نفسك يعني الصفحة اللي بعدها صفحة واحد وستين ايه عندي هنا بردك ده سؤال المواقف ايه بتاعت الوحدة دي you put more sugar in your tea حطت سكر كتير في الشاي that was not necessary هذا ما كانش ايه ضروري يبقى انت هتعبر عن ايه عن ندمك انت هتعطيت ايه ايه سكر كتير في الشاي تقول ايه i really مش عايز تجيب really دي مش مهم مهم تجيب ايه shouldn't have i shouldn't have والتصريف الثالث بوت i shouldn't have put more sugar in my tea ما كانش يجيب علي حطت سكر كتير اوي في الشاي كده ايه number two you didn't do your homework although it was necessary ما عملتش الواجب بالرغم ان كان ضروري خلاص يبقى عن ايه الندم ان انت عملت ايه انت ما حلتش الواجب يبقى تقول ايه بقى i should have و done طبعا نخليها هنا بقى should have done لان هنا didn't ازا ما قلنا في الامثلة اللي فاتت ماضيها يبقى تعبير عن الندم في الماضي should و have والتصريف الثالث i should have done my homework يبقى كان المفروض اللي عكس اللي يحسر كنت ايه المفروض انك كنت عملت الواجب يه بيتندم three you blame yourself فتلوم نفسك for not revising for the exam على انك ما رجعتش اللي امتحان كويس هتقول ايه بقى كان يجب علي راجع اللي امتحان كويس i بردك زي اللي فوقيها should have وتصريف الثالث من revised revised for the exam will number four your friend tries tried a cigarette last night صديقك ايه جرى بيشرب سجارة ايه الليلة الماضية يبقى تقوله ايه بقى ما كانش يجب عليك انك تعمل كده you shouldn't have tried هتعمل بقى من هنا ايه cigarette last night دي نمبر ايه صفحة واحد وستين صفحة اتنين وستين اه عندنا بردك محادثة علي عند عبدالله will go to the park هيروحوا الايه الحديقة فعلي بيقوله او ايه للمنتزى يعني would you like to go to the park on friday عبدالله فقال له i'd love to but i can ما قدرش فايه رح سأل سؤال قال له because يبقى هنا because دي سؤالها ايه بقى ايه why why وخلاص عايز تقول ايجابة كاملة يا كده صح برض يبقى why can't you come اه هنا because كذا طيب when will you come from your grand father's farm متى انت هترجع من مزرعة ايه جدك يبقى معنى كده ان قال له ايه هروح مزرعة جدي فارد عليه فراح سأل سؤال تاني قال له اوكي we will meet at 8 o'clock يعني هنتقابل الساعة ايه الساعة تمانية يبقى هنا هيقوله ايه بقى because i will my grand father's farm هروح لمزرعة ايه جد او i will visit my grand father's farm طيب بيقوله when will you come from your grand father's farm امتى انت هترجع من عنده مزرعة جدك ديت ممكن يقوله ايه on monday on sunday خلاص next monday لان هو قال له ايه هو يوم الجمعة هيروح ايه مش هقدر روح معاه يبقى لازم يوم بعد ايه بعد الجمعة طيب هنا اربعة number four رح علي قال له حاجة قال له اوكي we will meet at 8 o'clock هنتقابل الساعة تمانية يبقى قوله ايه ممكن نتقابل بقى يوم الاتنين اللي انت هتيجي في ده can we meet on monday السؤال اللي بعده اه ديت you don't want to try coffee give a reason قول سبب ما تشعيز تشرب قهوة قول سبب يبقى حنقوله ايه هنا بقى حتقول مسلا القهوة دي بتخلينا اصهر coffee makes me stay up too late بتخلينا اصهر ايه متأخر طول الايه الليل يعني او ممكن تقول ايه coffee makes me نرى نصبي number two your friend don't to persuade you to try cigarettes صديقك عايز يقنعك تشرب سجاية هتقوله ايه i won't try it لا انا مش هجربها it damages my lungs بتدمر الايه الرئتين او الرئة number three someone asks you if something is psychological لو شيء ما نفسي is it to do with your brain هل هتكون بالشيء ده الشيء النفسي ده بمخك ولا or your body ولا بجسمك عضلي طبعا لا يبقى نقوله ايه it is to do with my brain السؤال اللي بعده اختياري اه نقاط اه بعدين نقاط means to make someone decide to do something يخلي واحد يعمل حاجة يبقى يقنعه bersuade number two when i was a boy لما كنت لسه ولد صغير i was not to reading short stories كنت اقرأ كصص كنت متعود على addicted ما دي مش معناه يعني يدمن شيء وحش لا لا متعود على شيء برضك number three يعني تدي معنايين يعني this mobile phone is الموبايل ده it can send يقدر يرسل اميلات and take a photo والتاكد صور يبقى يبقى الموبايل ده ايه useful مفيد صفحة لبعدها 63 نقط addiction is when you think that you need something to feel okay يبقى يبقى الشيء تدمنه لما تعتقد انت ايه لازم الشيء الحاجة دي تمحتاجها عشان تشعر انك ايه بخير او بحالة جيدة يبقى يدمن نفسي psychological 5 smoking is one of my bad التدخين يعتبر من ايه من العادات السيئة بتاعتي bad habits 6 نقط and cigarettes are bad for health سيئة للصحة او ضرة بالصحة طبعا لها ايه drugs المخدرات او الايه الاسم الكتير هنا بقى rewrite عيد كتابة السؤال الجملة دي باستخدام الكلمة بين الكوسيد ميتها perhaps برهابس امير was at home at his office sorry برهابس امير was at his office ربما يكون امير في مكتبه في الوقت في الماضي يعني عشان was هنا ايه منوض شررة مش متأكد استخدم might might ديت ايه يبقى اقول ايه ربما امير كان في مكتبه هنقول نبدأ بايه امير وبعدين نجيبه might خلاص كده عرفت من was انها ماضي بقى ايزن حاجيب هنا might have وبعدين اصريف التالت من was هتبقى امير might have been at his office وخلاص طبعا هشيل ايه ايه i'm not sure اللي بتدل على ايه انه مش متأكد وكمان perhaps ايه نمبر تو the streets are with الشوارع تكون مبتلة يعني كان في شيتها a lot of a lot yesterday شتت كتير امس استخدم ايه must يبقى لابد ان الدنيا تكون شتت كتير يبقى it عيد على الدنيا صح it must have reigned a lot yesterday وخلاص هنا هيقول لي جبنا ليه have عشان ايه تعبر عن ايه reigned ماضي خلاص يبقى نعبر عن استنتاج كان في الماضي it must have reigned a lot yesterday number three i didn't read ما قررتش all the questions before answering the exam ما قررتش كل الاسئلة قبل ما اجاوب اللي امتحها استخدم should يبقى بتندم على حاجة كان يجب عليه يقرأ كل الاسئلة i ومنجيبه should وبعدين هنا هعرف بقى ان هي ايه الندم في الماضي لان did انتهى بتندم على حاجة ما عملتهش في الماضي كان من المفترض ان i should have read دي تصريف التالت بس بتختلف في النطق بس لكن نفس الحروف i should have read all وكمل بقى with the questions الحد بال test اللي هو صفحة 70 اول حاجة عندنا المحادسة test على يونة 11 لازم ترسل المحادسة زي ما تعودنا ayman is at the doctors ايمن في عادة الطبيب فهنا اي the doctor بقول له what's wrong with you mister ayman ماذا اصابك ايه تعاني من اي يعني فايمن قال له i can't breathe well مش قادرة تنفس كويس and i cough all the time بوقح طول الوقت راح الطبيب سأله قال فقال له yes i am a heavy smoker انا مدخن بغزارة بدخن ايه كتير يبقى معا كده قال له ايه هل انت ايه بتدخن ماشي سؤال هنا تاني قال له you should stop smoking يجب عليك تتوقف على التدخين يبقى ايمن ايه سأل سؤال فقال له اللي يجب تتوقف على التدخين فايمن قال له what else do you advise me to do تنصحني عمل ايه تاني يا دكتور رد عليه فايمن قال له اوكي وبعدين ايه هنا ايه بيت السؤال يبقى نشوف هنحلها ازاي يبقى مع بعض نمبر وان يبقى الاولانية هيبقى استفهام بهال يس ايام دي هتبقى are you are you a smoker هل انت مدخن قال له ايه طبعا ماشي نمبر تو هنا سأله قال له you should stop smoking right now توقف اتدخين دلوقتي بقول له ايه what should i do ماذا يجب علي افعل ينفع حاجة تاني what can i do what do you advise me to do ماذا تنصحني افعل كل دولار صح اه نمبر ثري what else do you advise me to do تنصحني عملية تاني فاقول له مسلا you should take this medicine خد بقى الدوة ده ما راح للطبيب ليه او you should exercise يجب ان تتمرن اه طيب فقال له اوكي وهيقول حاجة هنا تكون حاجة مناسبة للكلام كله i try to stop smoking سوف اتوقف حاول اتوقف عن ايه التدخين اه نمبر وان هنا بقى ده مواقف اه a friend stayed up late as he drank much coffee make best recommendation شرب قهوة كتير لقى صهر بقى فصهر make best recommendation يعني يعني اعمل توصيع ايه ايه الحاجة كان مفترض يعملها في الماضي بقى نقول له ايه you shouldn't ها have بالتصريف الثالث drunk تشرب much coffee ما كانش ياجب عليك تشرب قهوة كتير كده يعني بقى ايه بقى النبو كده ايه نمبر او كان من المفترض انا بكتشربش قهوة كتير نمبر ايه you didn't want to eat pizza last night give a reason مش عايز تاكل بقى الليلة الماضية واقول سبب يبقى هتقول ايه نحول you دي الى اي 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 ونكمل بقى لحد الجملة كلها زي ما هي كده وهنا بقى ايه الجديد هنقول as it was salty لانها كانت ايه مملاحة ايه number three you don't want to be addicted to eat مش عايز تبقى مدمنها هتقول ايه بقى هتقول له اسف ما اقدرش ادخن سجاي sorry i can't وبعدين نحاول يقى الى ايه الى i ونكمل بقى الجملة دي عادي كده الشرط دي يعني بقى الجملة زي ما هي ادية القطعة خلال هنا اا اقول معناها بقى باختصار بعد الناس يكونوا ايه اا اا اقول الترجمة بس اا يصبحوا ايه مدمنين للمواقع اللي ايه ايه المواقع التواصل الاجتماعي اا في الاول هم بيستخدموها ايه عشان يرسالوا الرسائل لاصحابهم ويكتشفهم من ايه اصدقاء جداد وبالرغم من زلك ايه بيكل شوية بقى ايه يبصوا على المواقع الايه الاجتماعية ديت تواصل الاجتماع طول الوقت if they don't check them لو ما عادوش بقى كل شوية يشوفوا من اصدقاء او انجالهم من بقى طولهم رسائل وكده they begin to worry يبدأوا يحسوا انه القلقانين كده وايه وتوفير انهابي وكمان غير سعداء افضل طريقة ان احنا نساعد الناس ديت ان اقترح لهم يعملوا يبقى يستخدموا المواقع استواصل الاجتماع دي لمدة half an hour لمدة نص ايه ساعة suggest that they don't اا واقترح كما عليهم they phone يتصلوا بصحابهم دولة والتليفونيا يسمعوا صوتهم بدل ما يعودوا يكلمهم على ايه على النت وبعطولهم رسائل وضعاوة وكمان انكارج يشجعهم انهم ايه يلعبوا العاب او make something instead of looking at their mobile phones بدل ما يعودوا يبصوا في الموبايل ايه طول الوقت كده يعني خلاص خلصة القطعة كده نشوف اسئلتها number one why do people use social networking sites لماذا الناس تستخدم ايه واقع مواقع التواصل الايه الاجتماعي الاجابة هنا تحتها خط to send عشان نرسلوا رسائل لاصدقائهم to find out what their friends are doing تمام السؤال الثاني what do you think انت ممكن انت من رأيك انت الشخص تكتب ايجابة تانية مش من القطعة لازم يعني what do you think عشان بقول لك رأيك افضل طريقة to help people who become addicted نتعودوا وايه لاستخدامة مواقع التواصل الاجتماعي افضل طريقة من القطعة هي ديت اللي هما ايه بقى يعني انه هما يستخدموها لمدة ايه نص ساعة هي دي they only use نص ساعة يوميا هفنور هي دي ايجابة number انت ممكن تجيب ايجابات عني لانه قال لك كده ماذا تعتقد انت السؤال الثالث what does underline the word them عيد على مين them عيد على ايه اها use them اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي social networking sites نشوفها اللي بعده instead of means بدلا من معناها معناها ايه بقى in the place of في مكان شيء ما five people should use social networking sites only for how for about لمدة half an hour نص ساعة القصة اكد انت ايه ما وصلتش بقى ال chapter مكملتوش بس انا ما اديك الاجابة هنا عندنا هيا عشان ايه تكون عارفة دي التوصيل ومتجاوب ايه جنبها ونمبر ثريه هتبقى دي لما تستعد للقصة هتلاقي ايه داي في دا كتاب نمبر وان هنا في القصة اللي هي اللي هو التفكير النقضي how do we know that you're cared كيف عرفنا النيورك دا بالايه ginger and black beauty عرفنا ازاي لان ساعدهم لما كانوا مصابين ساعدهم when they were hurt لما ايه اصيبوا يعني واقعوا الاتنين ايه ونصابوا number two why do you think ginger began to kick so hard لماذا بدأ يبقى الحصانة اللي هي ginger المعقدة دي من الترمي الاول ايه ترفز بشدة يعني لان اللجام كان ايه اللجام اللي كان جديد دا كان احدى سمودة كان غير مريح بالنسبة لها as the reins were uncomfortable غير مريح خلاص السؤال اللي بعده ده اختياري to remember new world's eye يبقى ايه اعمل مذكرات كده بتاعتي make notes يدون مذكرات صفحة اه 72 اه number two people who say no to bad things يعني الناس اللي بترفض الحاجات السيئة يعني يرفض يدخر مش عارف ايه اه نقط not weak ليسوا ضعاف يبقى يكونوا ايه اكوية strong هتبقى لاجابة c سؤال اللي بعده نقط your friends to play a sport or read خلاص يبقى ايه اصدقائك انهم يلعبوا رياضة او يقرأهم شجع encourage for some people become بعد الناس يصبحهم to using social networking sites قلناها كذا مرة addicted يدمنوا الايه المواقع الايه الاجتماعية اه number five the streets الشوارع are it must have rent لابد انها شتت مبارح يبقى ايه الشوارع ايه مبتلة wait number six are not allowed in hospitals غير مسموح بيه في المستشفى طبعا اللي هي السجاير اللي بعده ده بقى ايه سؤال rewrite متكرر بردك I'm sure that she was fired yesterday استخدم must have لابد انها ها حنشيله ايه مشهور ديت ونبدأ بايه نبدأ بشي ونجيب must have must have ويجب ره تصريف التالت من وص دي هتبقى must have been tired ونكمل بايه استر دي هنا مكان النقط دي عادي تكتبها number three arm hertz يعني زراع عمر ده ايه يقلمه perhaps he broke it ربما يكون ايه كسر ده زراعه استخدم ميت يبقى هنبدأ بعمر ونقوله عمر ميت خلاص طيب ونجيبه have لابد او ربما يكون might have ونصرف التالت من ايه من broke broken his arm يبقى عمر might have broken his arm دي الاجابة عندنا رقم number three it wasn't a good idea ما كانتش فكرة هي كويسة ديت to leave someone انه تترك شخص ما smokes without advising him انه دخن بدون ما تنصحه استخدم shouldn't يبقى هنا ايه عايز اقول من المفترض ان انت ما كنتش تسيب الشخص ده ايه يدخن يعني كنت تنصحه فهنا هنقول you shouldn't ما كانش يجب عليك ونجيبنا have ليه بقى عشان هنا wasn't التالت بقى من ايه لا يجب انك تترك نجيب الفعل ده leave ونخلي lift you shouldn't have lift anyone خلينا some one any ليه بقى عشان هنا نافي فsome one دي تحاول الى anyone smoking ونكمل بقى هنا ايه without advising him في المكان ده وكده بنتها الفيديو بتاعنا النهار ده وانتظرونا في حل بقية الكتاب ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته